شاهدين معاد موجز الأخبار مع المياه أثناء منا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية خاصة من خلال نشر نظام الرأي الحديث للأراضي الزراعية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الزراعة والرأي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير إدارة المياه للقوات المسلحة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة جهود إدارة الموارد المائية على مستوى الدولة وأوضح متحدث الرئاسة أنه تم عرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمة الأزوتية والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الانتاج الزراعي والأمن الغزائي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعددنا من المسؤولين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تنول عرض الموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب في مجمع الانتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات فضلا عن مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية ووجه الرئيس السيسي بتحقيق الاستغلال الأمثل من المركز لتعزيز الأبحاث العلمية البيطرية خاصة من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للباحثين من حيث المعدات والأجهزة العلمية الحديثة والمعامل إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر بالمركز العلمي البيطرية تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن اليوم الأول يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مناقشة عدد من الملفات من بينها وثقة سياسية سياسة تأملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة وفرد أيضا وأفاق وفرص وأفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص فيما يشهد اليوم الثالث عددا من الجلسات أبرزها خارطة الطريق لتطوير قطاع الصناعة فزى الرئيس الصيني شي جين بينج بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشعوعي الصينية وذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية وتم تجديد ولاية بينج كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية التصويت جرت في جلسة المغلقة مما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023 قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي أن روسيا شنت ضربات استهدفت البنية التحتية على نطاق واسع جدا وأشار زلنيسكي أن استهداف الضربات الصاروقية لمناطق في غرب ووسط وجنوب أكرانيا متعهدا في الوقت ذاته بتحسين قدرات الجيش الأوكرانية وأضف زلنيسكي أن بلاده ليس لديها القدرة التقنية على تدمير مئة بالمئة من الصواريخ والطائرات المسيارة الهجومية الروسية كما أكد أن كييف ستحقق ذلك تدريجيا بمساعدة شركائها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا إن الاتحاد الأوروبي يحمل روسيا مسؤولية مشاكلها الداخلية التي يكمن سببها في شن الحروب التجارية والاقتصادية على روسيا وشددت زخروفا على أن الاتحاد الأوروبي يواصل اتهاماته لروسيا بالمسؤولية عن إثارة أزمات الغذاء والطاقة إضافة للأزمة الاقتصادية وأكدت أن الغرض من إشاعة المعلومات المضللة هو محاولة تمس الحقائق في أن المشكلات التي يواجهها العالم وخاصة البلدان النامية في الطاقة والغذاء والاقتصاد يعود سببها في المقام الأول للسياسة الخاطئة للاتحاد الأوروبي فزا ريال مدريد على ضيفي إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتييغو برنابيو في الجولة الحادية عشر من الدور الإسبانية وسجل ثلاثية الفريق الملكي كل من لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز وفالفريدي بينما جاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق الأرجنتيني إيريك لاميلا وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة الحادية والثلاثين في صدارة جدول ترتيب الليجة بينما تجمد رصيد إشبيلية عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر